إنه التوحيد في مستوى في أفق الحقيقة المحمدية هناك من يطرح سؤالاً أو ربما يثير إشكالاً حينما أستعمل هذا المصطلح أي مصطلح إنه مصطلح الحقيقة المحمدية ما هو هذا السؤال ما هو هذا الإشكال فإنه يقول هذا المصطلح من مصطلحات ابن عربي الصوفي ابن عربي الأندلسي إنه محي الدين ابن عربي الصوفي المعروف والذي يتخذه عرفاء الشيعة إماماً في عرفانهم وفي عقيدتهم أجيب على هذا الإشكال هذا التساؤل أولاً بإمكاني أن أستعمل مصطلحات أخرى الصادر الأول المخلوق الأول النور الأول الكلمة الأولى الروح الأولى هناك مجموعة من العناوين ومن المصطلحات وردت في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة لكنني أستعمل هذا المصطلح لوضوحه فهو مصطلح واضح ومباشر ومباشر جداً وهذا المصطلح صحيح من أنه يتحدث عن أعمق المعاني لكن السامع حين يصل هذا المصطلح إلى مسامعه ينطبع معنى إجمالي صحيح في ذهنه وهذا هو الذي نقصده في التعليم الصحيح في التبليغ الصحيح في الإعلام الصحيح فأنا في مقامي عرض العقائد وعرض المعارف علي أن أختار المصطلحات الواضحة والواضحة ولو بقدر إجمالي عند الجميع فحينما أريد أن أضع العقائد بين أيديكم لابد أن أستعمل المصطلحات الواضحة البينة وأتجنب ما لا يكون واضحا ولا تكون المعاني بسببه ليست جلية لهذا السبب أنني أستعمل هذا المصطلح صحيح أن ابن عربي استعمل هذا المصطلح في كتبه ولربما شاع هذا المصطلح بسبب عرفاء الشيعة الذين تأثروا بكتب وبفكري وبتصوف ابن عربي هذه قضية حقيقية ابن عربي الصوفي استعمل هذا المصطلح بوضوح وبكثرة في كتبه وشاع في أوساطنا بسبب بسبب تأثري عرفاء الشيعة بفكري هذا الصوفي وشاع هذا المصطلح وانتشر هذا العنوان في وسطنا من هذه الجهة إذا كان المصطلح واضحا وكان المصطلح صريحا ألفاظه جميلة دلالته جميلة وواضحة فليس هناك من ضير من استعمال هذا المصطلح وهو يرتبط بحقيقة محمد وآل محمد فابن عربي لا يملك محمدا وآل محمد وما هو بالمتفرد بملكية معارف الدين حتى يكون هذا المصطلح مصطلحا خاصا به وحتى لو كان كذلك فنحن في مقام العلم والتعليم والتبليغ والإعلام والصدع بالحق نحن بحاجة إلى المصطلحات وإلى العناوين التي تكون واضحة قد يقول قائل من أن استعمال مصطلحات المخالفين بشكل عام لا أتحدث عن مخالفي سقيفة بن ساعد عن المخالفين بشكل عام وخصوصا في المعارف الدينية وبشكل خاص في العقائد وبشكل أخاص فيما يرتبط بعقيدتنا بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقول هذا الكلام صحيح وصحيح جدا ولكن إذا كان لتلك المصطلحات من إسقاطات سيئة من إسقاطات منافرة لثقافتنا وعقيدتنا ما نحن نستعمل المصطلحات من كل العلوم من الفلسفة من العرفان من التصوف من علم المنطقي من علم الكلام من علم الرياضيات من علم الفيزيائي من علم الألكترونيك من ومن ومن المصطلحات هي عناوين مجزة إذا كانت مفهومة بشكل واسع عند جميع المتلقين أو عند أكثرهم فهذا سيساعد في إيصال المعلومة الصحيحة بسهولة ويسر قطعا هذا الكلام كله إذا كان هذا المصطلح فعلا هو من المصطلحات الخاصة بابن عربي هذا أولا وثانيا هذا المصطلح في بنيته اللفظية مصطلح جميل الحقيقة المحمدية فكل شيء له حقيقة والمحمدية هي حقيقة والمحمدية منسوبة إلى محمد صلى الله عليه وآله البنية اللفظية جميلة جميلة وجميلة جدا حقيقة ومحمدية وأما الدلالة فإننا قطعا نستعمل هذا المصطلح في المضمون الذي نأخذه من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم لا شأن لي بما يفهمه ابن عربي لا شأن لي بما يفهمه المتصوفة من هذا المصطلح ولا شأن لي بمقاصدهم حينما يطلقون هذا المصطلح وكذلك بالنسبة لعرفاء الشيعة أو لغيرهم من فلاسفة وعلماء الشيعة لا شأن لي بهم إذا ما استعملوا هذا المصطلح ولا شأن لي بما يفهمونه وبما يقصدونه حينما يستعملون هذا المصطلح هذا مصطلح جميل في تكوينه اللفظ وأما في التكوين المعنوي فإننا نأخذ المعنى من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم ومع كل ذلك فإن ثقافة العترة الطاهرة علمتنا من أنه ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من علي هذه ثقافة العترة وهذه أحاديثهم وحينما يتحدثون عن أي حق في أيدي الناس لا يتحدثون عن الحق الذي انتشر بين الناس منذ زمان علي وإلى يومنا هذا إنهم يتحدثون عن كل حق في أيدي الناس منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم القيامة فإنه ما من نبي نب إلا بنبوة محمد وعلي والأئمة من بعده الأئمة من بعده أولهم فاطمة وآخرهم القائم فما من نبي نب إلا وقد نبأ بنبوة وإمامة وولاية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فكل خير عندهم وكل حق عندهم من هذه البوابة العظيمة فمحمد فمحمد محمد مدينة العلم وعلي بابها ومحمد مدينة الحكمة وعلي بابها والحق ما علي يدور معه حيث ما دار فما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من علي وفي أحاديثنا أيضا في ثقافة العترة الطاهرة ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من هذا البيت من بيت محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم ما من حق ما من خير ما من هدى ما من علم صحيح ما من معرفة واضحة بينة جلية إلا وقد خرجت من هذا البيت فليشرق الناس وليغربوا وليشرق ابن عربي وليغرب فإن العلم وإن الحق لا يؤتى إلا منها هنا من قرآنهم من المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم وحينما أطلق هذا المصطلح الحقيقة المحمدية فهذا كله حق وكله خير حتى لو أن الناس أخذته من ابن عربي وانتشر بيننا وفقا لهذه الفرضية فإن الفضل في هذا الحق يعود لعلي وآل علي ما هي ثقافة العترة هكذا تقول وهذا موضوع بحاجة إلى تفصيل ومع كل هذا فإنني لا أخذت المصطلح لا من ابن عربي ولا من عرفاء الشيعة ولا من كل هؤلاء هذا المصطلح إنني جئت به من حديث متحدث تحدث به قبل الهجرة في العصر الجاهلي متى توفي ابن عربي ابن عربي بحسب ما نعرف توفي سنة ستمية وثمانية وثلاثين للهجرة هذا هو المعروف عن تأريخ ابن عربي الصوفي توفي سنة ستمية وثمانية وثلاثين للهجرة المصطلح هذا جئت به من حديث متحدث تحدث به قبل الهجرة وقبل البعثة أيضا النبي كان موجودا حينما تحدث المتحدث الذي أخذت منه هذا العنوان النبي كان موجودا وكان ذلك قبل بحثة النبي بأكثر من عشر سنوات بأكثر من عشر سنوات تحدث المتحدث الذي استقيت منه هذا المصطلح قبل بحثة النبي بل تحدث هذا المتحدث قبل ولادة أمير المؤمنين كل ذلك كان في العصر الجاهلي من هناك جئتكم بهذا المصطلح وبهذا العنوان من هو هذا المتحدث الذي استقيت منه هذا العنوان ولربما ابن عربي استقى هذا العنوان في كتبه من لا شأن لي بابن عربي ولكنني استقيت العنوان من والد أمير المؤمنين من أبي طالب صلوات الله عليه إنه آخر أوصياء إبراهيم الخليل وثقافتنا التي هي ثقافة العترة الطاهرة تحدثنا من أن جميع أوصياء إبراهيم أنبياء فأبو طالب نبي صلوات الله عليه لا تعبأوا بما يقوله النواصب لا تعبأوا بما يقولون هم يتحدثون عن كفر أبي طالب ومن أنه مات كافرا لماذا تعبأون بهم وتقولون ماذا سيقولون عنه فليذهب هم وما يقولون إلى الجعيم لا صيرون سرابيت مثل مراجع النجف لا صيرون طائحة مثل مراجع النجف حينما يريدون أن يقولوا شيئا يحسبون للنواصب ألف حسار لا صيرون سرابيت مثلهم نواصب سقيفة بني ساعدة أحرار فيما يعتقدون وأحرار فيما يقولون وسيسألون عن عقائدهم وعن أقوالهم ونحن أحرار فيما نعتقد وفيما نقول وسنسأل أيضا عن عقائدنا وأقوالنا هذه عقيدة ليست فيها مجاملة يضحكون علينا نحن نضحك عليهم أيضا لماذا نعبأ بهم هل يعبأون بناهم لا صيرون سرابيت مثل مراجع النجف مراجع النجف سرابيت مراجع النجف طائع عظم حينما يحسبون للنواصب ألف حساب في كل كلمة يقولونها ما هو هذا الذي جرهم إلى الضلال وإلى الابتعاد عن منهج العترة الطاهرة ما هو هذا الذي جعلهم ينقضون بيعة الغدير ويضللون أجدادنا وآباءنا وضللون أيضا قذرون بقذاراتهم لا تجعلوا من مراجع النجف أسوة لكم هؤلاء أسوة طالحة أسوة ضالة هذه عقيدة لا مجاملة فيها فهذا العنوان استقيته من أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إنه آخر أوصياء جده إبراهيم وهو نبي من الأنبياء بحسب الظاهر لم تنتهي حجيته بحسب الظاهر حين أقول بحسب الظاهر لا أتحدث عن ظاهر أفهمه أنا وإنما بحسب ظواهر الأمور التي تجري في أنظمة الديانات بين الناس بحسب بحسب الظاهر فإن حجيته كانت ثابتة وموجودة لكنها انطوت في حجية محمد صلى الله عليه وآله بعد بعثته وانطوت في حجية علي ولده بعد أن نصب النبي علي وزيرا وإماما من بعده حينما جمع بن هاشم بعد أن جاء القرآن يأمر بإنذار عشيرته الأقربين الوقاع التي حدثت في بدايات بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وإلا فكل الأنبياء طرا هم محجوجون بنبوة نبينا ظاهرا وباطنا لكنني أشرت إلى حجية نبوته بحسب ظواهر تنظيم أمور الأديان بين الخلق وإلا فكل الأنبياء هم شيعة لمحمد صلى الله عليه وآله ولا تعلو حجية لهم في أي حال من الأحوال على حجية محمد صلى الله عليه وآله ولا تعلو لهم حجية على حجية علي والأئمة المعصومين من فاطمة إلى القائم المهدي هذا موضوع خارج عن بحثنا لكنني أشرت إليه لأن الكلام أخذني إلى فناء أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الذي نقل لنا كلام أبي طالب أتعلمون من محمد المصطفى فأنا أخذت هذا المصطلح من شفاه محمد المصطفى وهو يحدثنا عن عمه أبي طالب من هنا جئتكم بهذا المصطلح أنا لست كعرفاء الشيعة يذهبون إلى مزبلة ابن عربي ويأتونكم بكل قذارة ولست كمراجعي حوزة الطوسي يذهبون إلى مزبلة سقيفة ابن ساعدة ويأتونكم بكل قذارة أنا آتيكم باللبني من ضرع أمه قطعا بقدر ما أستطيع آتيكم باللبني من ضرع أمه الرواية مفصلة ومفصلة جدا نقلها لنا جابر ابن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي طالب صلوات الله عليه والد أمير المؤمنين وكان هذا الكلام الذي تكلم به أبو طالب كما قلت لكم قبل الهجرة بل قبل البعثة بل قبل ولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الرواية نقلها بتفاصيلها الفتال النيسابور في كتابه روضة الواعظين الفتال النيسابوري قتل سنة خمسمية وثمانية قتله حاكم نيسابور والرواية نقلها الشيخ المجلسي في الجزء الخامس والثلاثين من بحار الأنوار والطبعة هذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الرواية طويلة الرواية تبدأ في الصفحة العاشرة من الجزء الخامس والثلاثين من بحار الأنوار وتستمر هذه الرواية الطويلة إلى الصفحة السادسة بعد العاشرة من صفحة عشرة إلى صفحة ستعاش رواية طويلة مفصلة أذهب إلى موطن الحاجة صفحة ثنعاش في الصفحة الثانية بعد العاشرة رسول الله يحدث جابر الأنصار عن تفاصيل ووقائع إلى أن دعا أبو طالب بهذا الدعاء فقال هذا الكلام من شفاه رسول الله يحدثنا عن عمه أبي طالب هكذا دعا أبو طالب بهذه الكلمات أبو طالب إلهي وسيدي أسألك بالمحمدية المحمودة أبو طالب و بالمحمد و بالعلوية العالية و بالفاطمية البيضاء أئمة الأئمة ما أنا قلت لكم حين حدثتكم عن إمامة فاطمة قلت قلت لكم كل ثقافتنا كل معطياتنا كل معارفنا كل ما عندنا في القرآن و في حديثهم يتحدث عن هذه الحقيقة عن أئمة الأئمة محمد علي فاطمة هذا دعاء أبي طالب في العصر الجاهلي قبل الهجرة قبل البعثة قبل ولادة أمير المؤمنين هذه الحقيقة تتجلى هذه الحقيقة تتجلى إذا ما رجعتم إلى الرواية و قرعتم تفاصيلها ستعرفون من أن أبا طالب دعا بهذه الكلمات قبل الهجرة بل قبل البعثة و قبل ولادة الأمير إلهي وسيدي أسألك بالمحمدية المحمودة و بالعلوية العالية و بالفاطمية البيضاء هذه هي عنوين الحقيقة المحمدية و الحقيقة العلوية و الحقيقة الفاطمية قلت لكم إنني آتيكم باللبن من ضرع أمه أنا لست صافيا و مصفا أقول هذا بكل تأكيد فقذاراته هذا لا لتسويق إعلامي معين إنها الحقيقة التي أنطق بها لكنني أحاول أن أضع بين أيديكم الحقائق الصافية المصفات و هذا جزء منها فها هو أبو طالب يحدثنا عن الحقيقة المحمدية و عن الحقيقة العلوية و عن الحقيقة الفاطمية إلهي وسيدي أسألك بالمحمدية المحمودة و بالعلوية العالية هذا كله قبل ولادة الأمير و قبل ولادة فاطمة و قبل الهجرة و قبل البعثة إلهي وسيدي أسألك بالمحمدية المحمودة و بالعلوية العالية و بالفاطمية البيضاء إلا تفضلت على تهامة و تهامة هي الحجاز إلا تفضلت على تهامة قطعا لا تطلق على الحجاز كله إنها مكة و ما حواليها بالنتيجة تهامة عنوان من عناوين الحجاز إلا تفضلت على تهامة بالرأفة و الرحمة رسول الله يقول صلى الله عليه و آله يقسم رسول الله فوالذي فلق الحبة و برأ النسمة لقد كانت العرب قبل البعثة و قبل الهجرة بعد أن نطقت شفاه أبي طالب بهذه الكلمات بمسمع من قريش و بمسمع من العربي النبي الأعظم يقول فوالذي فلق الحبة و برأ النسمة لقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات فتدعو بها عند شدائدها في الجاهلية و هي لا تعلمها و لا تعرف حقيقتها حقيقتها هي هذه الحقيقة المحمدية الحقيقة العلوية الحقيقة الفاطمية فوالذي فلق الحبة و برأ النسمة لقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات فتدعو بها عند شدائدها في الجاهلية و هي لا تعلمها و لا تعرف حقيقتها لماذا كانت العرب تفعل هذا لأن بلاء حل في تهام و ما رفع هذا البلاء إلا بدعاء أبي طالب بهذه الكلمات فلما رأت الناس أن البلاء دفع عنها بكلمات أبي طالب هذه كتبوها و راحوا يرددونها عند شدائدهم و إن كانوا لا يعرفون حقيقتها تفاصيل هذه الواقعة ذكرت في هذه الرواية الطويلة لا أجد وقتا كي أحدثكم عنها أو أن أقرأ الرواية إنما ذكرت ما ذكرت كي تعرف من أين جئت بهذا المصطلح من أين جئت بهذا العنوان حين أستعمله هل جئت به من ابن عربي أم أنني جئت به من العيون الصافية ابن عربي أخذه سرقه من العيون الصافية من جاء بالقول البليغي فناخل عنكم مثلما نقلت عنهم و إلا فهو منهم سارقوا فابن عربي هو الذي سرق سرق منا من عيون نا الصافية جئتكم به من العيون الصافية المصفات نذهب إلى فاصل يا سيد السادات يا مجيب الدعبات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصبات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاف الغاف يا ممه رب كل شهر يا من هو اله كل شهر يا من هو خالق كل شهر يا من هو صانع كل شهر يا من هو قبل كل شهر يا من هو بعد كل شهر يا من هو فوق كل شهر يا من هو عالمون به كل شهر يا من هو قادرون على كل شهر يا من هو يبقى و يفنى كل شيء سبحانك يا الله الغاب يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قدير يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطل يا أجل من كل جليل يا أعزم من كل عزيم سبحانك يا الله الغاب خلصنا من النار قبل أن أقرأ الحديث الذي ذكرت لكم في الحلقة الماضية من أنني سأعرضه بين أيديكم قبل أن أقرأ هذا الحديث الشريف المهم خلاصة للمضمون التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية كان الله ولم يكن معه شيء مر الحديث في هذا الركن وهو الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية كان الله ولم يكن معه شيء أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها والمشيئة عنوان للحقيقة المحمدية لأننا إذا أردنا أن نجمع بين كل المعطيات التي ترتبط بهذا الموضوع من آيات القرآن بحسب تفسيرهم كما بايعنا بيعة الغدير ومن أحاديثهم وهي كثيرة وكثيرة جدا في هذا الموضوع ومن خطبهم ومن زياراتهم ومن أدعيتهم عندنا كم هائل من النصوص والحقائق والمعطيات في هذا الموضوع لكن أغبياء النجف تركوا كل هذا لماذا؟ اقتداءا بدين السقيفة بني ساعدة والتزاما بعلم كلامهم وتمسكا بقواعد العقائد عندهم وتركوا كل هذه الحقائق وحبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل التي نسخت 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 لهذا السبب توقفت عقولهم ولهذا السبب لم يوفقوا مطلقا وما نالوا شيئا من نور بصيرة يهتدون بها ظلوا يترددون في حيرتهم فجاءون بدين مرقع أنتم تلاحظون ما عرضته لكم من بداية هذا البرنامج تلاحظون أنني أتحدث عن لوحة واحدة عن منظومة عقائدية متماسكة كل أجزائها ترتبط ببعضها رباطا وثيقا منذ أول حرف إلى هذه اللحظة وسيبقى هذا الحال مستمرا بنفس هذه الطريقة إلى أن ينتهي البرنامج مراد إلى أن تنتهي مجموعة الحلقات هذه التي عنوانها مجموعة حلقات أعرف إمامك لاحظتم أن نظاما متسقا ومستوسقا ومتناسقا ومتكاملا في كل الذي طرح في هذه الحلقات عودوا إلى ما كتبه مراجع النجف في العقائد إنها مرقعات مثل ما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية جودلية وبيض خياطة من كل زيج رقعة بالضبط دينكم وعقيدتكم التي أخذتموها من مراجع النجف من حوزة الطوس من كل زيج رقعة مجموعة من الرقع أعود إلى ما أريد أن أتحدث عن مشكلة النجف مشكلة كبيرة لا أستطيع أن أغطيها بدقائق هذه طامة كبيرة قادت أسلافنا إلى الضلال ولا زالت تقود الأجيال المعاصرة وحتى الأجيال القادمة فإنهم يقودون هذه الأجيال إلى الضلال مثل ما قال إمامنا الصادق بالضبط فضلوا وأضلوه هؤلاء المراجع ضلوا وأضلوا الشيعة فضلوا وأضلوه كما في رواية التقليد الموجودة في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه على أي حال كان الله ولم يكن معه شيء ثم تكلم بكلمة إنها المشيئة التي خلقها بنفسها إنها النور الأول إنها الصادر الأول إنها الخلق الأول إنها المخلوق الأول إنها الروح الأولى إنها العرش الأول إنها اللوح الأول إنها القلم الأول إنها النون الأولى مصطلحات وعناوين كثيرة يمكننا أن نتلمسها في أحاديثهم الشريفة لا أريد أن أقف كثيرا عند هذه العناوين وعند هذه المصطلحات إلا أننا سنستعمل العنوان الذي وردنا على شفاه محمد صلى الله عليه وآله من عمه أبي طالب إنها الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية لها وجه من حيث الله هذا هو الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره الإسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقه سبحانه وتعالى واستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره هذا هو الوجه الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره ونحن لا نملك إشارة ونحن لا عنوانا ولا لفظا يشير إلى هذا قد يقول قائل فكيف نملك عنوانا ولفظا وإشارة تشير إلى الله ونحن لا نملك عنوانا ولفظا وإشارة تشير إلى وجه الحقيقة المحمدية الذي استقر في ظل الله فلا يخرج منه إلى غيره كيف يكون ذلك؟ سيأتي الكلام فإننا أيضا في المقام الأتم للتوحيد حينما يكتمل الحديث في أركان التوحيد الأربعة سنصل إلى هذه النقطة من أننا لا نملك لفظا ولا صوتا ولا إشارة تشير إليه سبحانه وتعالى ما هذا الكلام سيأتي لكن صورة لن تكتمل ما لم أضع النقاط على الحروف وبالتدريج إنني أحدثكم عن شيء ما سمعتم به سابقا لكنه ليس من صنعي هذه حقيقة التوحيد في دين محمد وآل محمد لأنكم لستم على دين محمد وآل محمد أنتم على دين مراجع النجف وهم كذبا وزورا يدعون أنهم على دين محمد وآل محمد إنهم على دين سقيفة وآل سقيفة إنهم على دين سيد قطب وآل سيد قطب إنهم على دين الطبري وآل الطبري إنهم على دين الفخر الرازي وآل الفخر الرازي إنهم على دين المعتزلة وآل المعتزلة إنهم على دين ابن عربي وآل ابن عربي إنهم على دين الأشاعرة وآل الأشاعرة إنهم على دين الشافعي وآل الشافعي هؤلاء أئمتكم من هنا جاءوكم بدينكم لذا تجدون هذا الكلام غريبا هذا الكلام غريب لأنكم غرباء عن دين محمد وآل محمد وسيعود الإسلام غريبا يا كامل يا كامل المؤمن غريب المؤمن غريب فطوبى للغرباء الإمام الصادق يقول لكامل التمار يا كامل يا كامل المؤمن غريب فطوبى للغرباء الناس من حوله بهائم هكذا يقول الأئمة الناس بهائم والمؤمن غريب غريب الناس بهائم ربما أفضل شيء أسوقه لتوضيح كلمة الصادق من أن الناس بهائم من حول المؤمن والمؤمن غريب ما يقوله مراجعنا الكرام أتحفونا أتحفونا من رحمة على والديكم أتحفونا وأريحونا بالوثيقة الدخية ما ندى أجيب الأسماء واحد قال لي أدى على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابا ما توصل للنوبة إليها قال توصل أطمئنن تركبهم يعني بش تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلام أتحفونا خمس سنة قال لي المستعجب مش دارها قولنا تركب يعني خلاغة أهمية شنو كما تقول خلاغة أهمية شنو أهمية شنو أهمية شنو أهمية شنو أهمية شنو فقوش ديخ عرفيق ونص عباردة كنا على أثقاء وكلكم تعريبونا لأنه ما لتأجيب الأسماء عرفة قال تركب مثل ما تركب نعم وقال ديخ لا معلم إجمالي هذا هو واقع واقع الشيعة لا أهل واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة وحق قرآن محمد هذا مراجعكم في النجف الذين تقلدونهم يصفونكم بالبائم حينما يجلسون في مجالسهم الخاصة ويتحدثون هم وأولادهم وأصهارهم وحق قرآن محمد هذا لست مجبرا أن أقسم بالقرآن أمامكم لكن الحقيقة هي هذه هذا هو حالكم ولذا تستغربون عقائد محمد وآل محمد هذه هي عقائد محمد وآل محمد التي أحدثكم عنها والتي يجب عليكم أن تتأكدوا من صحتها أنا لا أطلب منكم أن تتبعوني فأنا في غنى عنكم لست محتاجا لكم و لا أطلب منكم أن تصدقوني أنا في مقام أداء وظيفة الشرعية صدقوني صدقوني هذه الحقيقة أنا أدركتها منذ أن كنت في العشرين حين بلغت إلى العشرين من عمري كنت قد نضجت علميا وهذا الأمر يعرفه الذين عشت معهم هذا الأمر معروف عني في أجواء الحوزة القمية أنني نضجت علميا في العشرين وفي ذلك الوقت أدركت بشكل قاطع ما نحن بشيعة ما نحن بشيعة وفي ذلك الوقت أدركت بشكل قاطع من أن الدين الذي بين أيدينا ما هو بدين محمد وآل محمد ومن أننا لا زلنا في مرحلة التنزيل وما انتقلنا إلى مرحلة التأويل الحكاية طويلة أنا لست محتاجا لكم هذه القضية واضحة عندي قبل أربعين سنة أكثر من أربعين سنة وضيفة الشرعية تلزمني أن أضع الحقائق بين أيديكم ولا أعبأ بالنتيجة التي تترتب على ذلك ولا أعبأ بموقفكم كيف سيكون تلك مشكلتكم تأكدوا من هذه الحقائق وعرفوا أن الدين الذي أنتم عليه ما هو بدين محمد وآل محمد بقايا من مرحلة التنزيل التي نسخت ومزبلة بقايا من مرحلة الدين التي بقايا من مرحلة التنزيل التي نسخت وشيء جاءوا به من مزابل نواصب السقيفة على اختلاف تفاريعهم واتجاهاتهم وبعد ذلك أضافوا إلى كل ذلك ما خرجت به عقولهم السفيهة لو كانت عقولهم حكيمة هل ذهبوا إلى مزابل النواصب السقيفة عقول سفيهة فأنتجت ما أنتجت ثم دلسوا ذلك بصبغة جاءوا بها من حديث العترة وثقافة العترة الطاهرة ولقد اختاروا ما هو الأقرب إلى النواصب هم مشغولون دائما حتى حينما يصلون إلى أمر صحيح ماذا سيقولون عننا السنة ماذا سيقولون ما علاقتنا بالسنة السنة هل يعبؤون بنا السنة أحرار في عقائدهم ونحن أحرار في عقائدنا فلذا أقول لكم أخاطب أبنائي وبناتي من أشياء الحجة بن الحسان لا صيرون سرابيت مثل مراجع النجاف ولا صيرون طاهين حظ مثل مراجع النجاف انتبهوا إلى دينكم لا شأن لكم بنواصب السقيفة نحن في طريق وهم في طريق هم أحرار فيما يعتقدون ولا نتدخل في شؤونهم ونحن أحرار فيما نعتقد ولا نريد لأحد أن يتدخل في شؤوننا أعود إلى كلامي فيما يرتبط في نشأة الحقيقة المحمدية فلها وجه إنه الوجه المصون إنه السر الإلهي المحمدي المخزون لها وجه مستقر في ظله سبحانه وتعالى حيث لا يخرج إلى غيره ولها وجه ظاهر مشرق أشرق بصفحة الوجود وما عليها فهذا الوجود صفحة أشرقت من ظاهر الحقيقة المحمدية وبعد ذلك رسمت الأسماء الحسنى التي هي من مجال ومظاهر الحقيقة المحمدية رسمت ما رسمت على صفحة الوجود ابتداء من أعلى ما في الملأ الأعلى وانتهاء إلى أسفل مراتب الخلقيات إنها سورة القلم بعد البسملة في الآية الأولى من سورة القلم أتعلمون أن القلم هو اسم من أسماء علي في ثقافة العترة الطاهرة القلم علي هذه السورة سورة علي سورة القلم سورة علي نون والقلم وما يسطرون نون في ثقافة العترة محمد صلى الله عليه وآله هذا ما هو بشيء من عندي هذا تأويلهم هذا تفسيرهم نون هي الحقيقة المحمدية فنون في لغة العربي هي المحبرة هي دوات الحبر وفي الحبر هذا الذي هو في المحبرة كل الذي سيصطره القلم على صفحة الوجود على صفحة هذا الكتاب هناك كتاب آفاقي كتاب تكويني مثل ما عندنا كتاب تدويني هذا كتاب تدويني هو المصحف مر علينا في سورة الزخرف فماذا قرأنا في سورة الزخرف في الآيات الأولى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون حينما يسطر على الورق إنا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون حينما يسطر على الورق يتكون عندنا مصحف يتكون عندنا كتاب تدويني لكنه في الحقيقة هو انعكاس لكتاب تكويني في أعلى الرتب وإنه في أم الكتاب ذلك هو الكتاب التكويني الأصل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم نون والقلم وما يسطرون القلم عنوان لعلي في تأويلهم هذه روايات وأحاديث من أحاديثهم إذا كنتم تستغربون هذه الثقافة المشكلة فيكم وأساس المشكلة أولئك الغبران في النجف إنهم أصحاب العمائم الإبليسية القذرة إنهم أصحاب العمائم العباسية الناصبية إنهم أصحاب العقول المعتزلية إنهم أولئك الذين نقضوا بيعة الغدير المحمدية مشكلتكم من هنا بدأت حاولوا أن تطهر عقولكم وقلوبكم من قذارات أولئك الفاشلين من قذارات أولئك الخائبين من قذارات أولئك الخائنين الذين خانوا العهود ونقضوا المواثيق مع محمد وآل محمد هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات هذا الحديث ما هو بحديث سياسي ولا هو بحديث إعلامي للتطبيل والتسويق هذا حديث العقيدة هذا حديث الدين هذا حديث البيعة الغديرية المحمدية هذا حديث العهد والميثاق مع الحجة ابن الحسن هذا منطق الحقيقة والصواب هذه الهداية في أجمل صورها وفي أكمل مراتبها هذا قرآنهم بتفسيرهم وهذا حديثهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم نون عنوان للحقيقة المحمدية حيث كل الفيض الحبر الأمثلة حسية وماذا سيصنع القرآن لنا نحن بحاجة إلى أمثلة حسية توضع في قوالب لغوية إنا جعلناه قرآنا عربيا وضعت تلك الأمثلة الحسية في قوالب عربية لماذا لعلكم تعقلون وإلا فإن الحقيقة ليست كذلك وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم لعلي حكيم مر علينا في دعاء أبي طالب صلوات الله عليه سأل الله بالمحمدية المحمودة وبماذا وبالعلوية العالية في أم الكتاب هناك في أعلى العلو في أم الكتاب لعلي حكيم تلك هي العلوية العالية نون والقلم وما يصطرون فنون عنوان للحقيقة المحمدية التي فيها كل المدد كل المدد الذي مد به هذا الوجود من فيض إنه المداد المحمدي الخالص الصافي حيث يفيض هذا المداد عبر بوابته فالقلم بوابة المحبر مثلما علي باب لمدينة العلم المحمدي هل تلاحظون أن الرموز والإشارات والعناوين تتعانق تعانقا واضحا لا لعنة على منهج حوزة النجاف لا لعنة على هذا المنهج الخذر الذي بعد فيما بيننا وبين ثقافتنا القرآنية الأصيلة فجاءونا بتفاسير النواصب وجاءونا بثقافة النواصب وحالوا فيما بيننا وبين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أجد وقتا كي أتعمق كثيرا في دلالة هذه الآيات إنما جئت بها مثالا تقريبيا نذهب إلى فاصل يا من في السماء عظمتو يا من في الأرض آياتو يا من في كل شيء دلائلو يا من في البحار عجائبو يا من في الجبال خزائنه يا من يبدو الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من تصرف في الخلائق قدرته سبحانك يا الله يا من أع doivent طبيبا من لا طبيبا لي يا من أحمد يا مجيبة من لا مجيبة لا يا شفيقا من لا شفيقا له يا رفيق من لا رفيق لا يا مغيث من لا مغيث لا يا دليل من لا دليل لا يا أنيس من لا أنيس لا يا رحم من لا رحم لا يا صاحب من لا صاحب لا سبحانك يا رفا الحقيقة المحمدية وجه مستتر مصون مخزون استقر في ظله سبحانه وتعالى فلا يخرج منه إلى غيره ووجه شعت منه الأسماء الحسنى إنها صفحة الوجود وما كتب القلم نون والقلم وما سطروا وما كتبوا وما رسموا حين نتحدث عن التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية نتحدث عنها حيث كانت ولم يكن شيء معها بعد أن خلقها سبحانه وتعالى وبعد ذلك صدرت الأشياء منها ولا بد أن نعرف من أن أن الحقيقة المحمدية من دونه سبحانه وتعالى تساوي صفراً لأنها أساساً لم تكن موجودةً لأنها أساساً كانت صفراً وبعد ذلك وجدت كان الله ولم يكن معه شيء ثم تكلم بالكلمة بعد ذلك وجدت هذه المقامات لابد أن تحفظ شديد الحفظ هذا الذي ذكرته لكم فيما تقدم في الحلقات الماضية من أن قاعدتين لابد أن ننظر إليهما دائماً ونحن نتحدث في مثل هذه المطالب حفظ الحيثيات هذه القاعدة الأولى والقاعدة الثانية حفظ المقامات فلابد أن تحفظ المقامات وإلا فإننا سنقع في خلط وخبط وذلك هو الضلال هذا الذي قاد الغلات إلى ما قادهم من السبائية والخطابية والبيانية والنصيرية إلى 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 هذا هذه عملية الخبط والخلط بسبب الجهل المشكلة الأولى والأخيرة في هذا العالم الجهل فحينما يعود الناس إلى جهال فإن الجهال يتسيدون عليهم ويصبحون أئمة لهم ويعبثون بهم شر عبت هذا هو الذي فعله الغلات بأتباعهم على مر التأريخ وإلى يومنا هذا وهذا هو الذي فعله مراجع النجف بنا فهم جهال لا يفقهون دين محمد وآل محمد ربما يعرفون أشياء أخرى يفقهون دين سقيفة بني ساعدة لكنهم لا يفقهون دين محمد وآل محمد ومن هنا أوقعون في الضلالة والمتاهة وإلى هذا تشير كلماتهم على سبيل المثال كلمات أمير المؤمنين في خطبه وأحاديثه تخبر الشيعة في زمان الغيبة من أن تيههم سيكون أضعاف أضعاف تيه بني إسرائيل وهذا هو الذي نحن وقعنا فيه منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا يأتينا مرجع فيعبث بنا إلى أن يموت وتتخلص الشيعة منه يأتينا مرجع آخر كي يعبث بنا مرة أخرى ومن عبث إلى عبث ومن ضلالة إلى ضلالة والأمر مستمر والذين يقفون في الصف بانتظار نوبة المرجعية كي يركبوا على ظهورنا مثل ما تقول الوثيقة الديخية تركبهم تركبهم مثل ما ركبهم وفلان وفلان الذين ينتظرون في الصف كي يستريحوا على ظهورنا ويقولون لنا ديخ ونحن مشرورون نتراقص نحرك حوافرنا الكريمة نضرب بها على الأرض فرحا لأن المراجع سيركبون على ظهورنا وسيقولون لنا ديخ هؤلاء جهال أيضا الذين ينتظرون في النوبة وفي الصف وسيعبثون بنا كما عبث الذين قبلهم وكما يعبث بنا الحاضرون الآن هذا هو الواقع الشيعي من دون رتوش من دون أغطية من دون ستر ومن دون تدليس ومن دون تمويه هذا هو الواقع الشيعي مثل ما يقول باع الرقي بشرط السجين هذا بشرط السجين على عينك يا تاجر هذا هو واقعنا الشيعي كما هو سيتضح لنا المطلب شيئا فشيئا لكن بقيت ملاحظة واحدة وبعد ذلك أقرأ الحديث بين أيديكم مثل ما الحقيقة المحمدية تساوي صفرا من دونه سبحانه وتعالى فهي كانت صفرا لا وجود لها كان الله ولم يكن معه شيء ولكنه أوجدها أوجدها بأعظم عظمته وأحبها أحبها إلى الحد الذي استقر وجهها المخزون وسرها المصون في ظله فلا يخرج منه إلى غيره كلمات نرددها نعرف دلالتها اللغوية فقط أما أغوارها الحقيقية بعمق معرفة الله ومعرفة الحقيقة المحمدية هذا ما لا نستطيع أن نتخيله ولو في حواشي 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 هذه المضامين العزيزة في أشرف مثل ضربه في قرآنه في سورة النور مثل المشكات ومثل المصباح والشجرة الزيتونة التي هي لا شرقية ولا غربية ماذا جاء في هذا المثال يكاد زيتها يضيء يضيء ولو لم تمسسه نار الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه لكن الله قال هذا في قرآنه هذه ما هي برواية حتى تجدون هذه ما هي برواية حتى تجدوا طريقا إلى تكذيبها يكاد زيتها يضيء تلك الشجرة وتلك المشكات وذلك المصباح وتلك الحقيقة التي هي نور على نور يكاد زيتها يضيء يكاد من أفعال المقاربة فإن الآية هكذا تريد أن تقول لنا إن الحقيقة المحمدية لعلو شأنها ولعظمتها ولأنها مجمع كل جمال وجلال وكمال ولأن القدرة الإلهية بتمامها تجلت فيها فكأنها توجد بنفسها تكاد أن توجد بنفسها من دون الله سبحانه وتعالى الله هو الذي يقول عنها إنها أمثلة حسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار إنها نار القدرة الإلهية ونار الجبروت الإلهي فهذا الزيت يكاد أن يضيء من عند نفسه لماذا؟ لعظمة هذا الزيت فهو بنحو ذاتي قادر أن يشرق نوراً فلأن الله أو دعا كل شيء في الحقيقة المحمدية هو يقول عنها يكاد زيتها يضيء من دوني تذكروا فعل المقاربة يكاد يكاد يعني أن ذلك ليس موجوداً في الواقع ولكن هذه التعابير تريد أن تشعرنا بعظمتي وعلوي وجلالي وسبحانيتي هذه الحقيقة المقدسة إنها الحقيقة المحمدية العظمى فمثلما قلت لكم تساوي صفراً من دونه سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنها كانت صفراً كانت مسبوقة بالعدم ولكنها بتعبير القرآن بحسبه سبحانه وتعالى لأنه قد وضع فيها كل شيء يكاد زيتها يضيء من دون أن تمسه النار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار تلك هي الحقيقة المحمدية المحمدية وهذا معنى الركن الثاني من أركان التوحيد وهو التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية التي يكاد زيتها يضيء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارِ يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ أَكْفِيَانَا أَكْفِيَانَا فَإِنَّكُمَا كَافِيَانَ وَانْصُرَانَا وَانْصُرَانَا فَإِنَّكُمَا نَاصِرَانَ نذهب إلى فاصل يَا مَنْ نَفَذَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَمْرُهُ يَا مَنْ لَحِقَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ يَا مَنْ بَلَغَتْ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدْرَتُهُ يَا مَنْ لَا تُحْسِلْ عِبَادُ وَنْعَمَهُ يَا مَنْ لَا تَبْلُغُ الْخَلَائِقُ شُكْرَهُ يَا مَنْ لَا تُدْرِكُ الْأَفْهَامُ جَلَالَهُ يَا مَنْ لَا تَنَالُ الْأَوْهَامُ كُنَهُ يَا مَنْ الْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ الرَّدَاءُ يَا مَنْ لَا تَرُدُّ الْعِبَادُ قَضَاءَهُ يَا مَنْ لَا مُلْكَ إِلَّا مُلْكُهُ يَا مَنْ لَا عَطَاءَ إِلَّا عَطَاءُهُ سُبْهَانَكَ يَا لَا الْغَافِ يَا مَنْ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى يَا مَنْ لَهُ الصِّفَاتُ الْعُلْيَاءُ يَا مَنْ لَهُ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى يَا مَنْ لَهُ الْجَدْتُ الْمَقَى يَا مَنْ لَهُ الْآيَاتُ الْكُبْرَةُ يَا مَنْ لَهُ الْأَسْمَى وَالْحُسْنَى يَا مَنْ لَهُ الْحُكْمُ وَالْقَضَاءِ يَا مَنْ لَهُ الْهَوَاءُ وَالْفَضَاءِ يا من له العرش والسرام يا من له السماوات العلاس بانك بعد هذه المقدمات التوضيحات سأقرأ عليكم الحديث الذي أشرت إليه في الحلقة الماضية الكتاب الذي بين أدي الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طيران إيران كتاب التوحيد باب حدوث الأسماء صفحة 133 لحسب الطبعة التي بين يدي طبعات الكافي كثيرة فعودوا إلى العناوين في الفهرست كتاب التوحيد باب حدوث الأسماء الحديث الأول بسنده بسند الكليني رحمة الله عليه عن إبراهيم ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أتمنى أن تلتفتوا إلى هذا الحديث المهم من استطاع أن يهيئ نص الحديث فعليه أن يتابع معي قطعا أنا لا أملك وقتا لشرح الحديث في حلقة اليوم سأشرح الحديث إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد لكن علي أن أقرأ النص أمامكم عن إبراهيم ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله تبارك وتعالى خلق اسما دققوا النظر الحديث عن اسم مخلوق خلق اسما الحديث ليس عن الله في الأفق الأول الحديث ليس عن الركن الأول من أركان التوحيد في عقيدتنا التوحيدية كان الله ولم يكن معه شيء الحديث عن اسم مخلوق خلقه الله إن الله تبارك وتعالى فهنا لفظة الله أطلقت على الذات الأولى القديمة ولكنكم ستلاحظون في هذا الحديث أن لفظة الله ستطلق على الحقيقة المحمدية أيضا وسيأتينا من أنها ستطلق على الإمام المعصوم ولكن كل إطلاق بحسبه سيأتي بيان كل شيء بالتدريج إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت ليس هناك من حروف ليس هناك من أصوات ليس هناك من دلالات وإشارات إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوخ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور فجعله فجعله سبحانه وتعالى خلق اسما بهذه المواصفات سأعود إلى شرح الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى الله خلق اسما بهذه المواصفات إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف هذه هي الحقيقة المحمدية العظمى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوخ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور أنا أقرأ عليكم من الكافي من أهم كتبنا وهذا حديث صادق فجعله سبحانه وتعالى جعل هذا الاسم بهذه المواصفات فجعله كلمة تامة هذه هي الحقيقة المحمدية فجعله كلمة تامة على أربعة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون هذا الذي ليس له من إشارة فهذه الأسماء التي ظهرت أولها أي اسم فالظاهر هو الله تبارك وتعالى فهذا إطلاق ليس على الحقيقة المحمدية وإنما إطلاق على ما تجلى منها أعيد قراءة الكلام حتى يتحقق عندكم فهم إجمالي بانتظار يوم غاد فجعله جعل ذلك الاسم الذي خلقه بالأوصاف المتقدمة فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون فهذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان فذلك اثنى عشر ركن ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها هذه تجليات الحقيقة المحمدية فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس الخالق البارئ المصور الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نو العليم الخبير السميع البصير الحكيم العزيز الجبار المتكبر العلي العظيم المقتدر القادر السلام المؤمن المهيمن البارئ المنشئ البديع الرفيع الجليل الكريم الرازق المحي المميت الباعث الوارث فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة وستين أسمان فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله تعالى قول ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى هذه الرواية وهذا الحديث الشريف يحدثنا عن الحقيقة المحمدية وما تجلى منها من الأسماء الحسنى هذه الرواية تخبرنا عن التوحيد في الأفق الثاني إنه الركن الثاني من أركان التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية التي كانت ولم يكن معها شيء بعد أن خلقت التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار هذه الرواية هي التي طلبت منكم إذا كنتم قادرين أن تهيئوا نصها أن تتابعوا معي فهناك الكثير من المطالب غير الواضحة فيها سأعرضها بين أيديكم بالتفصيل في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر